مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الأول المتوسط المنهج الجديد درسنا اليوم هو اليونت الثاني الدرس السابع أنوان الدرس أسرع ريالة وشتوية قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناتي اليوتيوب فيجي فيسبوك لسابقا حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الأول المتوسط نبدأ بالدرس اليونت الثاني الدرس السابع رياضة التزلج هي أسرع رياضة شتوية طبعا بالبداية هذه القطعة غير مطلوبة لكن بعض الأساتذ يطلبها كقطعة مطلوبة بالامتحان التحريري فكذلك مثل ما تعودنا سابقا اسأل الأستاذ مالتك أنه إذا كانت هذه القطعة مطلوبة أو ما مطلوبة إذا كانت مطلوبة لازم تتبه على كل تفاصيل المعلومات اللي رح نطلعها والأسئلة اللي رح نحلها أما إذا كانت غير مطلوبة كامتحان تحريري فهي تعتبر فقط كتحضير يومي يسأل الأستاذ عنها أسئلة شفوية بداخل الصف نبدأ بقراءة القطعة هل تعلم ما هو شعور أن تسافر سريعا في سيارة أو قطار and you know how it feels to turn down a hill وجربت شعور أن تهبط في هضبة it is very difficult أنه أمر جدا صعب to stay in control and تبقى متحكما you think you might fall at any moment تفكر أنك ستسقط في أي لحظة well حسنا how do you feel about the idea of racing down mountain in bobsleigh كيف سيكون شعورك عن فكرة أنك تتسابق في جبل على عربة الزلاجة bobsleigh is very exciting رياضة التزلج هي رياضة جدا ممتعة أو مثيرة and dangerous وخطيرة winter sport هي رياضة شتوية خطيرة ومثيرة in teams of four في فريق يتكون من أربعة two, thnian or even on your own أو ربما سوف تكون أنت لوحدك قائد هذه الزلاجة you push the bobsleigh or bob تدفع عربة التزلج أو يسموها البوب as fast as you can بأسرع ما يمكنك jump on and let gravity carry you down the mountain تقفز فيها يعني أول شيء تدفع هذه الزلاجة وهناه بتقفز على ما تدخل بيها وتدعى الغرافتي هاي كلش مهمة الكلمة gravity الجاذبية carry you down the mountain تجعلك تهبط في هذا الجبل can you control the bobsleigh هل يمكنك أن تتحكم بعربة التزلج yes the driver can pull a wire نعم السائق هذه الزلاجة يمكن أن يسحب wire أو سلك that helps the bobsleigh turn left or right التي تساعد هذه العربة عربة التزلج أن تستدير يمينا ويسارا is there a break هل هناك مكابح أو breakات yes but teams only used it after they pass the finish line لكن فقط الفريق يستخدم هذا الbreak when they pass the finish line عندما يجتازون خط النهاية how fast can bobsleigh travel ما السرعة التي تسير فيها عربة التزلج it is very normal for bobsleigh to travel at 150 km per hour الزلاجة العادية تسير حوالي 150 km بالساعة but the world's record is amazing لكن الرقم القياسي العالمي مذهل حيث أن أحد الزلاجات سارت بسرعة 201 km بالساعة هذا أعلى رقم وصلت له عربة التزلج that's much faster than a car driving along the motorway وهذا الرقم يعتبر أسرع بكثير من سيارة تقود على خط السباق السريع is it dangerous هل هو خطير أو هل هذه الرياضة خطيرة the teams wear helmets الفريق يرتدي خوذ خوذ السلامة أو الأمان and are well protected ومحميين جدا they are also well trained وكذلك هم مدربين بشكل جيد and know what to do if there is a problem ويعلمون ماذا يفعلون إذا كانت هناك مشكلة but the accident can still happen لكن لا زال من الممكن أن يحدث حوادث and crashes are common والتصادم أو التحطم شائع يعني هواي عربة التزلج متعرضة للتحطم what do each of the team members do ماذا يفعل كل عضو من أعضاء الفريق التزلج in four person teams بالرياضات اللي بيها أربع أشخاص كفريق one person is the driver شخص يكون هو السائق and another controls the brakes والآخرين يتحكمون بالبرايكات أو المكابح the other two push the bobsleigh واثنين من الأعضاء يدفعون الزلاجة at the start في خط البداية they also make the bobsleigh heavier وكذلك يجعلون هذه العربة التزلج أثقل and this helps the bobsleigh to travel faster وهذا يساعد على أن تكون عربة التزلج تكون بسرعة أكبر يعني كل ما زاد أعضاء الفريق اللي بداخل عربة التزلج كان سرعتها أو كانت سرعتها أكبر ليش أستاذ؟ لأن مثل ما وضحنا هي تشتغل عليما على the gravity the gravity اللي هي الجاذبية فكل ما كانت العربة التزلج أثقل صار هبوطها على هذا الجبل أسرع لأن الوزن يكون أثقل وبالتالي عربة التزلج رح تكون أسرع بالهبوط على هذا الجبل وراها can you close your eyes؟ هل يمكنك أن تغمض عينك أثناء قيادة هذه العربة التزلج؟ it is not good idea هي ليست بكرة جيدة if you are the driver إذا كنت السائق but the other team members can close their eyes لكن أعضاء الفريق الآخرين من ممكن أن يغلقوا عينيهم ليش يغلقون عينهم؟ لأن الموضوع مخيف أنك تصير بسرعة 150 على شكل هبوط من أعلى جبل هذا ما يخص القطعة وضحنا مفرداتها حاولوا تحفظون ذلك المفردات لأنها ستفيدك على فهم القطعة يعني مثلا هيل، تلة، فول يسقط، بوب سلاي، الزلاجة الجماعية أو عربة التزلج، دينجرس خطير، كراشز الحوادث أو كراش حادث، جرافتي جاذبية، كاري يحمل، واير سلك، بريك مكابح، بروتكتد محمي الآن هو منطيني السؤال بأعلى القطعة حاولي تجاوب لي عليها يقول لك At what speed did the fastest pop slide travel؟ ما هي أقوى السرعة لعربة التزلج؟ فوضحنا أن السرعة العادية هي 150 لكن أسرع رقم أو أكثر رقم مر على تاريخ عربة التزلج هو 201 كيلومتر بالساعة هذا السؤال من الممكن لإستاذي سيلا داخل الصف كتحضير يومي بعد ما يوضح القطعة ويختار مجموعة من الطلاب أن يقروها يسأل هذا السؤال كتحضير يومي بداخل الصف شفويا والطلاب يجاوبون عنه الآن ننتقل إلى كتاب النشاط Look at the students book انظر إلى كتاب الطالب للقطعة اللي استونا قرناها What do the highlighted word mean؟ ما الذي تعنيه هذه الكلمات اللي مضللة من طيها تضليل؟ أولا أدنا كلمة gravity وضحنا أن gravity معناها جاذبية هذا طبعا طلاب هذا التمرين تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري بسؤال المفردات ينطيني كلمة وينطيني ثلاثة تعاريف يقول لي يا تعريف من ذن التعاريف الثلاثة يوضح أو يناسب هاي الكلمة يعني كمثال gravity قلنا معناها جاذبية شنو معنى كلمة gravity اللي هي جاذبية؟ هي عبارة عن lift مصعد غير مناسبة a force that attracts everything هي قوة تجذب كل شيء to the center of earth إلى مركز الأرض نعم هذا أكثر خيار مناسب إذن أوضع صح على هذا الخيار أو هذا التعريف خلنا نجي نشوف التعريف الثالث يقول لي an engine هو عبارة عن محرك أكيد لا إذن الجاذبية هي شنو؟ هي عبارة عن force قوة that attracts everything تجذب كل شيء to the center of earth إلى مركز الأرض نجي عليما على التعريف الثاني اللي هو الواير واير قلنا معناها سلك شنو تعريف السلك؟ a piece of long strong metal هو قطعة معدنية طويلة قوية طبعا هو السلك شنو؟ عبارة عن معدن طويل يستخدم في بعض الأغراض أما أغراض كهربائية أو مثل ما وضحنا بقطعة عربة التزلج هو عبارة عن حبل يستخدم لتدوير العجلة يمينا ويسارا إذن هذا أكثر خيار مناسب خلنا نجي نشوف الخيارات الأخرى a bell هو عبارة عن جرس غير مناسبة computer عبارة عن حاسوب كذلك غير مناسبة إذن التعريف الأول هو الأنسب التعريف الثالث أو الكلمة الثالثة break اللي معناها المكابح شنو هو المكابح؟ something you wear to protect your head شيء ترتديه لكي تحمي رأسك؟ أكيد لا a prize جائزة كذلك غير مناسبة something you use when you want to stop شيء تستخدمه عندما تريد أن تتوقف؟ نعم هذا أكثر خيار مناسب أو أكثر تعريف مناسب إذن أوضع صح علي a crash is crash قلنا معناها التحطم إذا تحطمت السيارة أو هذه العربة نسميها crash party to celebrate when you win هي عبارة عن حفلة نحتفل بها عندما نفوز أكيد غير مناسبة an accident عبارة عن حادث نعم هذا أكثر خيار مناسب another word for ambulance هو كلمة أخرى للأسعاف كذلك غير مناسب إذن الخيار الثاني هو العنسب طبعا مثل ما وضحنا أن هذا التمرين تمارين مهم جدا مثل ما يمكن أن يجيني مثل ما هو ينطيني كلمة ويطيني التعاريف وأنا أختار التعريف المناسب لهذه الكلمة أو يجب ليها على شكل وصل وصل الكلمات بالتعاريف المناسبة لها ينطيني الكلمات مننا وينطيني التعاريف مننا أنا شغلت أني أوصل الكلمة بالتعريف المناسب لها ننتقل إلى تمارين رقم 2 شي يقول لي يقول لي think and answer فكر وأجب طبعا هذا التمرين يعتمد على تفكير الطالب يعني ماكو حل نموذجي واحد وإنما عدة حلول نموذجية ليش؟ لأن هو دي يقول لك أنت فكر وجاوب على هاي الأسئلة حسب مخيلتك كمثال In what other places can you find breaks في أي أماكن الأخرى يمكنك أن تجد البرايكات أو المكابح هو منطيني مثال On a bike على الدراجة بعد شنو أقول له On a car في السيارة عندك أدت أمثلة أن تنطيهن وين تجد البرايكات بالسيارة بالدراجة بالزلاجة إلى آخرين أو حتى تقدر تقول On Skateboard في لوحة التزلج الـ Skateboard هم أنا كذلك بيبريك Give an example of gravity at work أعطي مثالاً للجاذبية At work في العمل يعني أطيني مثال عملي للجاذبية مثلاً أقول له لما نترمي كرة معينة هسا أجيب طوبة وأشمرها أو أرفعها لي فوق لما نتهدها الجاذبية رح تسحبها إلى الأرض ليش توقع بالقاع؟ لأن الجاذبية هي اللي تسحبها فشلون أصيغ هذا الجواب؟ أقول له When you drop a ball عندما ترمي كرة gravity pulls it into earth الجاذبية رح تسحبها نحو الأرض بعد Where can you see lots of wires؟ أين يمكنك أن تجد الكثير من الأسلاك؟ أنت مار بالشارع أو مار بأي مكان؟ بعض الأحيان تلاحظ أنه مكان تكثر بي الوايرات أو تكثر بي الأسلاك وأن هذا المكان الذكرى أقول له Near the generator بالقرب من المولد مولد الكهرباء مع المنطقة What other things can crash ما الأشياء الأخرى التي يمكن أن تتحطم؟ كل الأشياء من الممكن أن يتحطم مثلاً السيارات planes الطائرات حتى компьютers الحواسيب هذا أن كل الأشياء من الممكن أن تتحطم إذا تعرضت للكسر هذا كل ما يخص تمري رقم 2 تمري بسيط جداً ويعتبر كنشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي مجرد يحاول يخليك تتخيل كيف تعمل الجاذبية وتمطي مثال عليها وين تلقي الوايرات أو الكثير من الأسلاك وكذلك تمطي مثال إلى آخره غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي ننتقل إلى تمرين رقم 3 هذا طبعاً التمرين إذا مثل ما وضحنا بداية الدرس إذا كانت هذه القطعة مطلوبة أو طلبها منها تكمل أستاذ كالقطعة مطلوبة بالامتحان التحريري هذا السؤال هو السؤال المهم الذي يمكن أن يجي بالامتحان التحريري على شكل صح وخطأ وإذا كانت مطلوبة فهذا التمرين يعتبر فقط نشاط صفي كتحضير يومي Bob's lying is boring هذه رياضة تزلج أو تزلج بالعربة boring مملة صح له خطأ ذكرنا بالقطعة أن هذه رياضة جداً مثيرة فإذا نقول له false خطأ The driver can choose when to turn left or right السائق من الممكن أن يختار متى يستدير يساراً أو يميناً الإجابة صح له خطأ قلنا وظيفة السائق أن يختار الاتجاه مع الزلاجة أما البقية يتحكمون بالbrake A car on the motorway travels faster than bobs lie السيارة أو سيارة السباق على الخط السريع تسير أسرع من البوب سلاي من هذه عربة التزلج وضحنا أن عربة التزلج تسير أسرع بكثير من هذه السيارات التسابق وهنا دي يقول لي بالعكس إذن أقول له خطأ Bob's lying is very safe sport هذه رياضة التزلج على العربة هي رياضة safe آمنة صح له خطأ ذكرنا أنه هي رياضة جداً خطيرة إذن أقول له false خطأ Each person on the team has a different job كل شخص بالفريق لديه وظيفة مختلفة ذكرنا أنه اثنياً يدفعون العربة واحد سائق والأشخاص الآخرين يتحكمون بالbrake إذن كل واحد عنده وظيفة مختلفة إذن الإجابة صح The bobs lie needs to be as light as possible الزلاجة يجب أو تحتاج لأن تكون خفيفة أخف شيء ممكن ذكرنا أنه كل ما كانت الزلاجة ثقيلة كل ما كانت سرعتها أكبر وكل ما كانت سرعتها أفضل إذن هو دي يقول لي لازم تكون خفيفة وهي بالحقيقة لازم تكون ثقيلة على ما تكون أسرع إذن الإجابة false هذا ما يخص تمرير رقم 3 إذن ما نوضحنا إذا الأستاذ طلب من أدتكم هذه القطعة كالقطعة مطلوبة بالامتحان التحريري فهذا التمرير مهم جداً من الممكن يجيك بسؤال الخاص بقطعة كتاب وإذا الأستاذ ما طلبها من عندك قطعة مطلوبة فهو نشاط صفي كتحضير يومي لا أكثر ننتقل إلى تمرير رقم 4 ناقش الأجوبة وكتب إجاباتك ناني يقول لك أنت تفكر ليش تعتقد أن بعض الناس تحب هذه الرياضة فكمثال أقول له لأنها ممتعة طالب آخر يقول لأنها رياضة شتوية وبعض الناس يحبون فقط الرياضة الشتوية إلى آخره هل تعتقد بأن الرياضة الرياضة تشتوية؟ هل تعتقد بأن الرياضات الخطيرة يجب أن تتوقف؟ طبعاً هذا السؤال شوي بعض الشيء محير بعض الناس يقول إيه أنا من رأيي أن هذه الرياضات الخطيرة اللي ممكن تأدي إلى الوفاة أو وفاة الأشخاص لازم نوقفها بعض الناس يقول لا الرياضة هذه ممتعة وما يحتاج أني أوقفها لكن الممكن أن أفكر بطرق تخليها أكثر وأماناً فمثلاً أقول له لا لا يحتاج أن نوقف هذه الرياضات يمكننا أن نطورها لكي نجعلها أكثر وأماناً يقول لك أنت تخيل أن أنت تقود هذه العربة أو أنت أحد الفريق اللي يقود هذه العربة هل سوف تغمض عينيك؟ كذلك نانا بكيفك واحد يقول نعم واحد يقول لا أنا قلت لك مثال never أبداً لأن الرياضة مثيرة أنا أخوة مو أصعد بهذا العربة على مد أسدعيني وبالتالي ما رح أستمتع بهذا الرياضة فأقول له أبداً فكل طالب يجاوب بالطريقة التي تعجبه يقول لك how many different winter sports can you think of ما هي مختلف الرياضات أو رياضات أخرى مختلفة أو رياضات شتوية أخرى مختلفة يمكنك أن تفكر فيها يقول لك عدد لي رياضات أخرى أنت مارة عليك بس يجب أن تكون رياضات شتوية كمثال أقول له skiing skiing معناها التزلج بعد أقدر أطير رياضة أخرى مثلاً أقول له ice skating وهي أحدى الرياضات الشتوية اللي ممكن أن أمطيها للأستاذ إذا طلب من عندي بعض أو أمثل عن بعض الرياضات الشتوية هذا ما يخص تمرير رقم 5 كذلك هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم أخذنا بقطعة التزلج بالعربة وضحنا مفرداتها حلنا لسنا متعلقة بها ووضحنا أن هذه من الممكن أن تكون الأستاذ يطلبها كقطعة مطلوبة أو من الممكن أن تكون كتحضير يومي وضحنا مفرداتها وحلنا لسنا متعلقة بها حاول تكتبون هذه الملاحظات بالدفتر وتحفظوها أما باقي الأنشطة لاحظنا أن الأنشطة صفية غير مهمة بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي ختاماً شكراً لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسار أوظافة تحبون أن تقدموها تقدرون التواصل مع الأحسابات الموجودة منكم على الشاشة